السلام عليكم ورحمة الله معكم دكتور كوين من كوين انترناشنال جروب زي ما متعودين في كل فيديوهاتنا ندعو لي أهلنا في السودان يا شباب وندعو لي أهلنا في غزة ربنا يرشاء الله يرجع علينا بلدنا ويعوضنا خير مما فغدنا في الدنيا وفي الآخرة في أسرع الزمن إن شاء الله طيب يا جماعة حاجة سريعة الفترة هذه الطلاب حيجوا من السودان وحيجوا من دول تانية كثيرة أي طالب عايز يجي الهند أول حاجة أعملها اتصل على الزولة حيستقبلك في المطار لو عندك زولة حيستقبلك وأزألوا الأسئلة دي أزألوا قليه أجيب معي كم أخذ معي جروش ولا ما أخذ معي جروش وإذا مارت دليك يا جماعة ما تحجز إذا مارت دليك يعني ما تحجز مثلا وتتصل على الزولة حيستقبلك في المطار وتتصل عليه وقدت رسل له رسالة تقول له والله أنا بيجي بعد بكرة أو أنا بيجي بكرة احتمال عيان احتمال الزول ده برر المدينة احتمال حصل له ظروف ما اقدر ايجيك في المطر فما تضغط الزولة لانتج ايه اتصل عليه وقول له يا اخي انا عايز اجي اقطع ميتان يقول لك مثلا احجز تذكيرتك لليوم الفلاني وانت دارت احجز التذكير اقول له والله حيحجز التذكير اها احجز وقول لك اي لانه ما ممكن ترسل ليه والليلة وقول لك احجز مثلا بعد 10 ايام ترجع له بعد 15 يوم وتحجز تقول له انا حجزت بعد 20 يوم لا وريه وخليك متواصل معاه دايما وريه انا دار احجز بعد بكرة اها احجز ايه لقيت التذكير دي الطيارة دي بتصل الساعة كده اتصل اليوم الفلاني كويسة معك يقول لك ايه كويسة معي واحد ازأل وقول له انا اخذ معي شنو اخذ معي شنو بالنسبة للطلاب السودانيين الجايين بنصحكم بانكم تاخدوا مثلا الفول والمصري وفي واحدين بيكونوا محتاجين هنا لباسطة جيبوا لههم معاكم باسطة يا شباب وفي واحدين عايزين طحنية وشيلوا معاكم طحنية وممكن تشيلوا معاكم مربة ما معنى الطحنية هنا ما موجودة بس ولا صعب جدا تحصل طحنية صعب جدا 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 تحصل الفول والمصري فجيبوا الحاجات دي معاكم جيبوا معاكم مواد تموينية بتساعدكم في الايام الاولى لانه الايام الاولى اغلب الناس ما بتستثيغ الاكل الهندي بيبقى لها شوية في وشطة وبعد فترة حيكون رهيب معاكم تمام فاجيبوا معاكم طحنية واجيبوا معاكم فول مصري وجيبوا معاكم كركديي وجيبوا معاكم في ناس بحتاج لي بخور أنا واحد من الناس أي ذلك جاينا بيقول له يجب لي معاك بخور سوداني هناك Stars بحتاج لي بخور سوداني في حاجات غاد أقول أنا حتى نسيته فأسأل الزول قل له أجيب معي شنو واجيب معاك الحاجات دي وكمان أهم سؤال ازأله إذا ما كنت رسلت الرسومة الدراسية للجامعة ورسلت الجامعة ورسلتها لها ودفعوها لك قل لو أنا شيل معي رسومة دراسية كاملة, فإذا بعض ما أصل رسلوها لي، وأنا بحب سترسل معك رسومة24 كاملة، لا، لا لا انْ يُذور حيث يصورك عين شاوش وما بيجي واحد مثلا بيخط لك مسدس وشيل منك رسومك الدراسية لا شيل معك رسومك الدراسية كاملة وإذا مثلا قل لك بتكفيك في الشهر مثلا للإيجار والأكل والشراب 100 دولار أصلا ما في 100 دولار بتكفيك مثلا 150 أو 250 دولار بتكفيك للشهر جيب معك زيادة بتاعت 100 دولار لـ 200 دولار حسب استطاعتك طبعا ليش؟ الأيام الأولى يا جماعة لما انتصل الهند بمجرد ما تسكن في البيت انت حتتحرك شوية كتير غالبا ما حتسكن في بيت مفروش حتسكن في بيت عادي حتحتاج تشتري مثلا تلاجة حتحتاج تشتري مثلا كرسي زي الكرسي ذا مثلا أو أي كرسي للدراسة حتحتاج لطربيزة الدراسة والله يعزكم حتحتاج تشتري ملاية وحتحتاج تشتري مخدة وحتحتاج تشتري تشتري لشب شب مثلا وحتحتاج تشتري أدوات تنظيف للبيت حجي ASF تشترуда تسكن لها فأكيد انت الفترة الأولى حتحتاج لقروج زيادة فشيل معكم 200 دولار لحد لو ما عندك استطاعة قم عندي حاجة تانية لكن لو عندك استطاعة شيل ممكن لن من تلتمية لحد اربعان او لحد خمسمية دولار زيادة من القروش المفروض انت تكون معك شهريا فشيلوا معكم قروش زيادة يا جماعة وبرضو ممكن كمان تعمل حاجة تعرف المدينة بتحتك اسمها شنو وبتمشيها كيف لانه لا قدر الله الزول الجاي يستقبل الدحة صلت ليه اي ظروف يخبيق عيان الزول يخبيق عيان وما جاك في المطار انت جاي وكان متواصل معك وما وصلك ما جاك يا جماعة في المطار حتعمل شنو هتصل كيف ممكن تاخد عنوانه ممكن تتواصل معه توريه والمدينة اللي انت حتنزل فيها او اسم الحي اللي حتنزل فيه واسم الكلية والمسافة بتاعته من وين لي وين وبركب شنو ممكن تاخد المعلومات دي منه لا اغضر الله اذا مثلا هو جاي عليك مثلا لا اغضرها الزول لا جاي عليك للمطار حصل ليه اوها قدس تلفون وكفل تتسرك حصلت حاجة تقدر تتواصل ما ما حتوق تتشرف المطار وممكن كمان في المطار تفق جروش انا بحبز انك مدفك اكتر من خمسين ليمية دولار حتى لو هو منتظرك برد المطار انت ما عارف هو منتظرك ولا لا ما انت ركبت الطيارة احتمال حصلت له ظروف فيك في المطار خمسين دولار بعد داك شوف بعد داك بتقدر تصل للمدينة اللي انت فيها او الحياة اللي هتنزل فيه او الكلية مباشرة لو ماشي تنزل في السكنة الداخلة للكلية يا جماعة تمام وتوصلوا بالسلامة ونتمنى لكم حياة دراسية سعيدة واهتموا باجراياتكم يا شباب واذا عندكم اي حاجة او اي سؤال او اي تعليق اكتبوا لين ان شاء الله في التعليقات رغمي بتاع الواتساب موجود كنت معاكم انا دكتور كوين من كوين انترناشنل جروب اشتركوا في القناة